يا اهلا بالفيلموية. انهاردة هنتكلم عن فيلم الدراما والاثارة لوكاوي وهو من انتاج سنة 2018. لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد مع انا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ فيلمنا مع بنت خجولة اسمها ماريا ودي منبوزة من زميلها في المدرسة اللي بيتنمروا عليها. ماريا بنت وحيدة لعيلة غنية. لكن ماريا ما كانتش سعيدة وده لانها دايما كانت تحس انها منعزلة. حتى لما بتكون مع بابها ومامتها. في المدرسة حياة ماريا مش مختلفة كتير قوي. ويمكن تكون اسوأ كمان. وده لانها دايما ضحية التنمر من زميل لها اسمه مارك. وفي يوم الايام وقت ما كانوا بيتعشوا مامة ماريا اللي اسمها امي. اقترحت على بنتها انها تحضر حفلة التخرج في المدرسة. وده علشان تنفتح اكتر على زميلها وتكون معاهم. لكن ماريا ما كانتش نوية انها تحضر الحفلة. وده لانها كده تتعرض للمدائقة هناك من زميلها. ومن هنا بترفض الطلب بتعممتها وبتدايق وبتمشي. ماريا دخلت الحمام. وبالصدفة لقيت اشعة ظهر فيها التوقم. ومن هنا فهمت فورا ان كان لها التوقم لكن هي ما تعرفش. وكمان ما تعرفوش فين. ده مش بس كده. ماريا بصت للمرايا وهي في الحمام. لكن لقيت ان حركتها مش ظهرة في المرايا زي ما هي بتتحرك. ماريا ساعتها بتحس بصدمة ووقعت على الارض. وبعد كده ماريا قررت تتشجع انها توقف مرة تانية قدام المرايا. وتتأكد من اللي هي شافته وتتأكد كمان ان ده مش هلوسة. لكن ان عكسها في المرايا ما كانش زي حركات جسمها في الواقع. وكانت حاسة وقتها برعب شديد جدا. وخرجت جريم الحمام. تاني يوم ماريا حاولت انها تقول لباباها عن الحادثة الغريبة اللي حصلت دي. لكن باباها بدأ يتكلم عن وشها. وده لان شكلها كان شاحب جدا من قلة النوم. وبعد كده باباها قال لها تحط ميكاب علشان وشها هي بن بشكل احسن. فعلا ماريا عملت كده وعملت لباباها العلي. وهي بتحط ميكاب قدام نفس المرايا حصل نفس الموضوع مرة تانية. لكن هي ما لحظتش الكلام ده. في المدرسة بقى البنت الوحيدة اللي كانت مستلطفة ماريا هي بنت اسمها ليلي. ودي بنت جميلة ومشهورة في المدرسة. وعندها حبيب وسيم جدا اسمه شون. ماريا والليلي اصحاب من ساعة ما كانوا اطفال ومن غير ما ماريا وشون يعرفوا حاجة ماريا كانت حاسة بمشاعر تجاه شون. واللي دايما كان بيعملها بطيبة. وقت ما كانت ماريا ماشية في ممر المدرسة فجأة بيظهر ماركه قدامها. وعلى طول بيوقعها ومن هنا كل بدأ يضحك عليها. لما شون شاف كده حاول ان هو يدفع عن ماريا. وكان على واشك ان هو يدخل في اخناقه مع مارك. لما ماريا رجعت البيت حاست ان في حد بيندع عليهم الحمام. ولما دخلت الحمام اتفاجأت مرة تانية ان انعكسها في المرايا بيتحرك لوحده. ومع ان شكلها هو هو بالزبط. لكن انعكسها في المرايا كان في حيوية وسيقة اكتر. ومن هنا بدأت تتواصل بشكل مستمر مع ايرام اللي هي انعكسها في المرايا. وانقرارت ان تحضر الحفلة بتاعة المدرسة. من هنا بابا ومامتها كانوا مبسوطين جدا. مع ان ماريا قالت ان هي تروح الحفلة لوحدها من غير شريك. بعد كم يوم والد ماريا اللي اسمه دان قرر يفاجئ ماريا بهدية مناسبة عيد ميلادها. وماريا رحت له شغله. دان جرح تجميل مشهور. كمان عنده زباين اغلبهم ستات. لدرجة ان هو بيخن ميراته امي. لكن هي عرفت الموضوع ده وتظهرت ان كل حاجة تمام. وده علشان تحافظ على صورة عالتها السعيدة. وبشكل غير مباشر دان برضو خلي ماريا تعاني. وده لانه كان دايما بيطلب منها ان شكلها يكون مسالي. دان عمل لماريا شوية تجميل كده بسيط علشان يصلح العيوب اللي في جسمها. وبعدين اخد بنته علشان يتفرجوا على فيلم في السينما. في السينما هناك ماريا شافت مارك بيشوف الفيلم ما حاببته. من هنا طلبت من باباها انهم يخرجوا بسرعة. وده علشان يمشوا من السينما بعد ما الفيلم خلص. وماريا بتعمل الكلام ده كله علشان ما تقابلش مارك. لكن مجهدتها علشان تتجنب مارك كانت زي قلتها. ولانهم برضو تقابله. ومارك ساعتها فضل يخوف ماريا حتى قدام باباها. مارك ما كانش مهتم بوجود دان. وده لانه كان ساكت وبنته بيتم التنمر عليها من مارك واصحابه قدام عنيه. ولما ماريا وصلت البيت بدأت تحكي الايرام اللي هي نعكسها عن المعاملة السيئة اللي حصلت لها في السينما. يوم ورا يوم وتجربة التنمر واحساسها بالانعزال عن عائلتها كانوا بيزيدوا. وماريا بدأت تحس بالراحة في وجود ايرام. وده خلاها عندها قدرة على التعامل مع افكارها واضطرابتها. ماريا كانت تحسها بثقة كاملة في ايرام. لحد ما ايما وميتها افشيتها وهي بتتكلم مع الماريا. ومن هنا ايما بدأت تحس ان في حاجة غلط. وده خلاها تحس بالقلق على بنتها. وتكلمت مع دان جوزة في الموضوع ده. لكن دان قال ان ماريا بتمر بمرحلة المراهقة. ودى لمراته مهدئ علشان تكون اعصابها هادية. بعد كده ليلي عزمت على ماريا ان هم يروحوا يتزحلوا على الجليد. لكن بما ان ماريا ما بتعرفش تتزحلها على الجليد نهائيا واعت وما قدرتش تقوم. ومن هنا بدأت تطلب من ليلي انها تساعدها. لكن ليلي ساعتها بتتريع عليها وثابتها واقعة ومشيت. ماريا كانت حسة بحزن شديد. ولان ليلي بدأت تعملها بنفس معاملة زميلها التانيين. ومن هنا بدأت تحكي عن احباطها لايرام. لما ايرام عرفت كده كانت غضبانة جدا. وبدأت تفكر ان ليلي كانت بتتجالها وما كانتش عايزة انهم يكونوا صحاب في الماضي. ايرام اقترحت على ماريا ان هما يبدلوا ادوارهم. ووعدتها انها تصلح لها كل حاجة. من هنا ايرام طلبت من ماريا انها تحط ايديها وشفايفها على ماريا. وده علشان يقدروا يتبدلوا الادوار. لكن لما ماريا كانت على واشك انها تعمل للايرام طلبته منها. مامتها ندهت عليها من برا الحمام. وطلبت منها تخرج فورا. ولما ماريا وصلت حفلة التخرج حاولت تزحلق على الجليد لكن بكل هدوء. وده علشان كانت خايفة انها تقع مرة تانية. ولما شون لقى ان ماريا بتعافر عرض ان هو يساعدها علشان تقدر تمشي بشكل كويس على الجليد. ماريا كانت حاسة براحة كبيرة بين ادين شون. ومن هنا بدأوا يرقصوا بشكل رومانسي. ماريا لحظت ان ليلي بتبص لهم وفي عينها الغيرة. من هنا ماريا حاست باحراج. واتزحلت ووقعت على الارض مرة تانية. شون هنا حاول يساعدها لكن ليلي منعته. بعد كده مارك مدي ايده علشان يساعد ماريا وهي بشكل بريء افتكرت ان مارك هيساعدها. لكن هو كان عايز يتنمر عليها وبيهزقها قدام الناس كلها. ماريا كانت مدقة جدا لانها تزايت جسديا وكمان نفسيا. فورا بدأت تشتكل ايرام. ووفقت ان هما يتبادلوا الادوار فورا. وفعلا حطت يديها وشافيفة عن مرايا. وكل واحدة دخلت مكان التانية. ماريا دلوقتي بقت محبوسة جوه المرايا. وايرام اخدت مكانها في العالم الحقيقي. تاني يوم ايرام اللي دلوقتي اخدت مكان ماريا قبلت امي. واللي بتسألها عن حفلة التخرج في الليلة اللي فاتت. وايرام بتقول لها ان كل حاجة كانت كويسة. في المدرسة ايرام شكلها كده كانت واثقة من نفسها اكتر من ماريا. حتى نظرة عينها وتعبيرات وشها كانت نشفة جدا. وكالعادة مارك دايما بيحاول يتنمر على ماريا. لكن ماريا دلوقتي اللي هي ايرام ما كانتش خايفة من اي حد. بما فيهم مارك كمان. وتخويف مارك ليها بدأت تاخده على انه حاجة عبيضة. ايرام نجحة تانية قاوم التنمر بتاع مارك وهزقته قدام اصحابه. بعد كده ايرام قبلت شوني اللي سألها عن احوالها. وكمان رجع لها التاج بتاعها اللي كانت لابسها في الحفلة. مش بس كده. ايرام كمان قبلت ليلي اللي اعتذرت لها عن اللي حصل في حفلة التخرج. ايرام سمحت ليلي وطلبت منها انها تعلمها التزحلق على الجليد مرة تانية. وبعد المدرسة ايرام زارت دان في العيادة. وباصت لباباها بنظرة عميقة كده وبعدين بسته على خده. وقالت له ان هو كان وحشها جدا. دان كان حسس باستغراب لان سلوك ماريا تغير تماما. ايرام قبلت مارك اللي كان بيتزحلق على الجليد. وطبعا مارك كان لسه عنده ضغينة من ايرام اللي كان فاكرها ماريا. ومن هنا بدأ يخطط ان هو ينتقم منها. مارك ماشي ورا ايرام اللي كانت ماشية الوحدة في الحمام. لكن ملقاش اي حد جوه وبعد شوية ايرام ظهرت ورا مارك وضربته على ركبته بعصاية هوكي. وده لحد ما كسرت رجله تماما. ايرام بشكل سري كده كانت بتتمرن على التزحلق على الجليد. وكانت نوية انها تبتدي تبين قدراتها علشان تخوف ليلي. وفعلا الاتنين راحوا كانت تزحلق على الجليد اللي كانت ليلي بتاخد ماريا علشان تتمرن فيه. ولما بيوصلوا للمكان ليلي اتفاجئت من مهارة ايرام في التزحلق. وكأنها محترفة. ليلي ما كانتش عايزة تخسر. ومن هنا بدأت توري ماريا كل مهارتها في التزحلق على الجليد. واللي كانت بتتقنها بشكل كبير. لكن اللي ما كانش متوقع طبعا هو ان ايرام كمان كانت بتعمل نفس الحركات بشكل متقن جدا. بعد كده ايرام بدأت تبص ليلي وعنها بقى شكلها غريب. ومن هنا ليلي حست بخوف وبدأت تتزحلق بسرعة. لكن ايرام بدأت تطردها على الجليد. ليلي فجأة وعت على الجليد ودماغها تخبطت وماتت فورا. ايرام اتصلت بامامتها وبدأت تتظاهر انها بتعيط. وبتقول لها على الحادثة المأساوية اللي قتلت ليلي. في الحمام اللي لا دي ماريا اللي كانت حاسة بالرعب وزعلانة جدا بسبب موت ليلي بدأت تترجع ايرام انهم يتبادلوا الادوار مرة تانية. لكن ايرام هنا رفضت وفضلت تقول لي ماريا ان موت ليلي كان حادثة. ايرام كمان بدأت تحاول انها هتهدي ماريا علشان ما تحسش بالحزن على موت ليلي. وبعدين بدأت تغوي شون اللي كان لسه حزين على موت حبيبته. ومع انه رفض وكان حاسس بعدم ارتياح في الاول لكن في الاخر بيستسلم. وفعلا ايرام وشون بقوا مع بعض. وكانوا بيهربوا من المدرسة سوا. وفي يوم الايام شافوا الشرطة قدام المدرسة. ومن هنا ايرام طلبت من شون ان هم يهربوا وراحوا على فندق. وبعدين وهم في الفندق شون جات له مكالمة من الشرطة علشان يقولوله ان هم محتاجين يتكلموا معايا. ومش معا بس ده مع ماريا كمان. من هنا شون قال ل ايرام اللي هو معتقد انها ماريا انهم لازم يروح الشرطة. لكن ساعتها هي رفضت انها تروح. ومن هنا بدأ شون يشك في ايرام. وده لانه كان حاسس انها مخبية حاجة عليه. وعلى طول بياخد الجاكت بتاعه ويمشي. ايرام طبعا كانت خايفة ان افعلها دي تتكشف لو شون قال حاجة للشرطة. ومن غير ما تفكر ضربت شون على دماغه بازازه وقتلته. ماريا كانت منهارة من اللي ايرام عملته. وايرام كان باين عليها الندم على اللي عملته وقدام رأي الحمام حزنا على موت احبابهم. في نفس الوقت ده ايمي كانت بتحلم بالمضي بتاعها. وده لما خليف التوقم. لكن واحد من توقم دول كانت معاقة. طبعا لان دان كان مهوس بالمثالية من هنا قرر ان هو يحقن الطفلة المعاقب مادة علشان تموت. مع ان ده كان ضد رغبة ايمي اللي كانت عايزة تعتني بالتوقم. مع ان ظروفهم ما كانتش كويسة. بعد كده ايرام زارت باباها في العيادة بعد الشغل. وتظاهرت الناس اكرونة. ومن هنا ايرام سألت باباها ازا كان برضو كان بيحبها لو كانت معاقة لا لا. دان كان مضيقة جدا من السؤال ده. وحاول ان هو يراوغ. لكن ايرام كانت مصممة ان باباها يرد على السؤال وهو بصص في عنيها. ومن هنا باباها قال لها ايوه. لكن ايرام فورا اطعت رقابته. ولما باباها كان بينزف ويموت ايرام بدأت تعيط بشكل هستيري. وبدأت تسأل باباها اللي مش قادر يحبها. ايرام دلوقتي ما بقتش بتشوف ماريا لما بتبص في المراية. وكانت مد دايقة جدا وكسرت المراية. ايرام كانت حسنة خايفة ووحيدة. ومن هنا رجعت البيت ودخلت السرير مع مامتها. ولحد هنا بيخلص في المنا. واحنا بنشوف مجموعة من الصور اللي بتباين ماريا و ايرام في حضن مامتهم على الناحيتين. وده معناه ان ماريا و ايرام بقوا لاثنين واحد وبيخلص في المنا على كده. في نائة طبعا لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه تنزل. شوفكم الحلقة الجاية. سلام. اشتركوا في القناة